بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الابتدائي مادة الدراسات الاجتماعية الدرس الرابع الدرس الرابع بيتكلم عن محافظات مصر السؤال الأول سؤال تمهيدي هنقول كم هو عدد محافظات مصر كم هو عدد محافظات مصر الجواب هيكون عدد محافظات مصر 27 محافظة عدد محافظات مصر 27 محافظة طيب يعني ايه محافظة المحافظة هي مساحة من الأرض بتضم مجموعة من المراكز أو الأحياء ثاني المحافظة هي مساحة من الأرض بتضم مجموعة من المراكز أو الأحياء يعني ايه مراكز قلنا هي أقسام الشرطة اللي تبعه لمين للمحافظات أو للمحافظة الموجودة أقسام الشرطة والمجالس المحلية والكلام ده كله اللي هي المراكز والأحياء طيب هل في حاجة بتفصل ما بين كل محافظة والتانية اه ايه اللي بيفصل ما بين كل محافظة والتانية بيفصل ما بينها حدود إدارية طيب الحدود الإدارية دي اللي هي ايه عبارة عن ايه هي حدود وهمية طبعا عمرنا مشوفنا سلك شائك بيفصل ما بين محافظة والتانية ولا جدار عازل ولا صور ولا اي حاجة من دي انما هي حدود إدارية وهمية اتحطت كده وهمية بس علشان يقدر المحافظ والمجلس المحل انه هو يدير المحافظة بشكل بشكل جيد يعني طيب نبقى احنا كده قلنا ان المحافظة هي مساحة من الارض بتضم مجموعة من المراكز والأحياء وقلنا لكل محافظة حدود إدارية بتفصيلها عن المحافظة التانية هنتكلم دلوقتي عن محافظات مصر كلها احنا قلنا أن محافظات مصر سبعة وعشرين محافظة وهنقسمها لثلاث حاجات اول حاجة محافظات الوجه البحري تاني حاجة محافظات الوجه القبلي ثالث حاجة المحافظات الحدودية أو الصحراوية يعني ايه محافظات الوجه البحري هي المحافظات القريبة من البحر المتوسط وإحنا قلنا أن البحر المتوسط هو الحد الشمالي لجمهورية مصر العربية فعلشان كده هنلاقي أن محافظات الوجه البحري في أقصى شمال جمهورية مصر العربية وعلشان كده سميناها بمحافظات الوجه البحري طيب المحافظات الوجه القبلي هي محافظات السايد هي محافظات مين السايد طيب المحافظات الحدودية أو الصحراوية هي محافظات تقع على حدود مصر أو قريبة من حدود مصر خلاص هنتكلم بقى عن محافظات الوجه البحري وهنذكرهم هم 13 محافظة القاهرة الدقاهلية الشرقية الغربية المنوفية دمياط برسعيد القليوبية البحيرة كفر الشيخ الإسكندرية السويس الإسماعيلية ثاني القاهرة الدقاهلية الشرقية الغربية المنوفية دمياط برسعيد القليوبية البحيرة كفر الشيخ الإسكندرية السويس الإسماعيلية محافظات الوجه البحري 13 محافظة واحنا ذكرناهم دلوقتي هننتقل للقسم الثاني وهو محافظات الوجه القبلي محافظات الوجه القبلي 9 محافظات بتبدأ من الجيزة تنتهي بأسوان بتبدأ من الجيزة في الشمال وتنتهي بأسوان في الجنوب عندنا الجيزة بنسويف أسيوت قينة الفيوم المينيا سهاج الأقصر أسوان تاني الجيزة الفيوم بنسويف المينيا أسيوت سهاج قينة الأقصر أسوان كمان مرة الجيزة الفيوم بنسويف المينيا أسيوت سهاج قينة الأقصر أسوان هنلقل بعد كده على القسم الثالث وهو محافظات الحدود أو المحافظات الحدودية وقلنا أن المحافظات الحدودية هي اللي بتبقى موجودة على حدود مصر عندنا المحافظات الحدودية خمس محافظات عدد المحافظات الحدودية خمس محافظات إيه هم شمال سيناء جنوب سيناء مطروح الوادي الجديد البحر الأحمر تاني شمال سيناء جنوب سيناء مطروح الوادي الجديد البحر الأحمر نذكرهم كم مرة شمال سيناء جنوب سيناء مطروح الوادي الجديد البحر الأحمر طيب احنا اتكلمنا عن محافظات مصر وتكلمنا عن التقسيم بتاعها وتكلمنا عن الحدود الإدارية بتاعتها هنتكلم دلوقتي عن عاصمة جمهورية مصر العربية سؤال ما هي عاصمة جمهورية مصر العربية الإجابة هتكون محافظة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية يبقى من ثاني عاصمة جمهورية مصر العربية هي محافظة القاهرة هي مين؟ محافظة القاهرة تمام كده طيب ليه تم اختيار مدينة القاهرة طبعا مدينة القاهرة على مر العصور تعتبر هي عاصمة مصر وده بيرجع لسبب مهم جدا جدا ان القاهرة هي نقطة الاتصال او نقطة الالتقاء ما بين الوجه البحري والوجه القبلي لماذا تم اختيار القاهرة كعاصمة لمصر فترات طويلة هنقول بسبب موقعها المتميز فهي نقطة الالتقاء بين الوجه البحري والوجه القبلي ثاني سبب اختيار القاهرة عاصمة لمصر لفترات طويلة هنقول بسبب موقعها المتميز فهي نقطة الالتقاء بين الوجه البحري والوجه القبلي بس كده لا دي بتضم مجموعة من الخدمات والمعالم الأسرية والوزارات والمراكز طيب نتكلم ايه اللي موجود في القاهرة موجود في القاهرة معالم أسرية زي قلعة صلاح الدين مسجد عمرو بن العاص الكنيسة المعلقة تاني ايه المعالم الأسرية اللي موجودة في مدينة القاهرة قلعة صلاح الدين مسجد عمرو بن العاص الكنيسة المعلقة طيب بعد كده ايه تاني بيبقى موجود في القاهرة فيها الوزارات معظم الوزارات موجودة في القاهرة معظم الوزارات موجودة في القاهرة وأهمها طبعا الوزارة اللي احنا تابعين لها وهي وزارة التربية والتعليم بعد كده في عندنا مراكز كتيرة موجودة في مدينة القاهرة طيب مدينة القاهرة فيها مراكز تجارية ومراكز صناعية ومراكز ثقافية تاني فيها مراكز تجارية مراكز صناعية مراكز ثقافية يبقى تم اختيار القاهرة عاصمة لمصر علشان موقعها متميز وهي بتقع ما بين الوجه البحري والوجه القبلي وهي نقطة الالتقاء ما بينهم فيها معالم أسارية زي قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد عمر بن العاص والكنيسة المعلقة فيها كل الوزارات أو معظم الوزارات وفيها سواء مراكز تجارية أو صناعية أو ثقافية طيب علشان القاهرة هي العاصمة وهي المحافظة الأهم والمحافظة الأكبر والمحافظة الأكتر في عدد السكان الدولة دايما بتهتم بتطوير القاهرة وبتعمل فيها مشروعات كتير إيه هي المشروعات اللي عملتها الدولة؟ عملت حي الإسمرات وتطوير حي سيدة زينب ومحور رود الفرق ثاني حي الإسمرات تطوير حي سيدة زينب ومحور رود الفرق طيب الدولة برضو عملت على إنشاء عاصمة جديدة وهي العاصمة الإدارية الجديدة ليه تم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة؟ هنقول علشان أو لتخفيف الضغط السكاني وتكدس الخدمات في العاصمة الحالية بقى عزين نخف الضغط السكاني عن محافظة القاهرة أو عن العاصمة الحالية فاضطرنا إن احنا نعمل العاصمة الإدارية الجديدة هنرجع ونعيد على الكلام اللي قلناه ده سريعا سريعا محافظات مصر 27 محافظة المحافظة مساحة من الأرض بتضم مجموعة من المراكز أو الأحياء لكل محافظة حدود إدارية بتفصيل عن المحافظات المجورة والحدود الإدارية وحدود وهمية أسمنا المحافظات لمحافظات وجه بحري ومحافظات وجه قبلي ومحافظات حدودية محافظات الوجه البحري 13 محافظة ومحافظات الوجه القبلي 9 محافظات والمحافظات الحدودية 5 محافظات تكلمنا عن عاصمة مصر وقلنا إن القاهرة هي عاصمة مصر وليه تم اختيارها علشانها بتقع ما بين الوجه البحري والوجه القبلي وده موقع متميز وتم اختيارها برضو علشان فيها معالم أسرية زي قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة وفيها معظم الوزارات وأهمها طبعا الوزارة اللي حنتم يعني لها وزارة التربية والتعليم وفيها مراكز تجارية ومراكز صناعية ومراكز ثقافية الدولة دايما بتهتم بتطوير القاهرة وعملت عدة مشروعات زي حي الاسمارات وتطوير حي سيدة زينب ومحور روض الفرق الدولة عملت عاصمة جديدة وسمتها العاصمة الإدارية الجديدة وتعاملت له علشان تخفف الضغط السكاني وتكدس الخدمات في العاصمة الحالية وبكد نبقى وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا موفقين بإذن الله ودمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر